سرأس سيادة المطران خريستوفوروس عطلة مطران الروم الأرثوذكس في الأردن خدمة القداس الإلهي في عدد من كنائس محافظة الكرك بحضور جموع من الأباء الكهنة وأبناء الرعية تفاصيل أوفا في التقرير التالي ضمن زيارته الرعوية لمحافظات المملكة زار سيادة المطران خريستوفوروس مطران الروم الأرثوذكس في الأردن محافظة الكرك خلال جولة استمرت ثلاثة أيام رافق سيادته في الزيارة قدس الأرشمندريد دكتور ديمسكينوس الأزرعي وقدس الأيكونوموس فرح حدات حيث أقام سيادته قداديسة إلهية في كل من قرية الرب وحمود ومدينة الكرك وأقيمت عقب كل قداس إلهي لقاءات رعوية مع ابناء الرعية المنتشرين في المحافظة واستمع لمطالبهم وطموحاتهم المستقبلية لأجل نهضة روحية تخدم الكنيسة كان من أبرز اللقاءات الرعوية اجتماع سيادته بعشيرة الهلسة في قرية حمود حيث بدأ اللقاء بمسيرة مميزة بين شوارع القرية على قرع طبول مجموعة كشافة ومرشدات كنيسة دخول السيد إلى الهيكل في السويفية حيث تم إطلاع سيادة المطران خلال المسير على تاريخ القرية الذي يعود لأكثر من 120 عاما وصولا لقاعة الجمعية حضر اللقاء عطوفة السيد صايل المجالي رئيس المجلس المحلي في محافظة الكرك اللامركزية وعدد كبير من وجهاء وشيوخ العشيرة والضيوف وخلال اللقاء رحب معالي المهندس سامي هلسة بسيادة المطران وجمع الأباء المرافق والضيوف في قريتهم التي بوركت اليوم بالصلاة وبهذا اللقاء الغني الذي سينتج عنه العديد من الأعمال المميزة التي ستصب في خدمة القرية والمحافظة مؤكدا معالي أن هذا اللقاء سيكون نواة لقاءات عديدة ومنوعة ستخدم القرية والمحافظة بإنجازاتها تلاها كلمة للسيادة المطران عبر فيها عن بالغ فرحه بحضوره اليوم بين أبنائه في قرية حمود موجها للحضور أدعية وصلوات صاحب الغبطة كيريوس كيريوس ثيوفلوس الثالث بطريارك المدينة المقدسة أوروشاليم الذي يذكر أبناء الكرك دائما في صلاته وتحدث أيضا عن العديد من الأفكار والمشاريع التي ينوي إقامتها في الأشهر القادمة والذي ستكون باتحاد جميع أبناء الرعاية من خلال مشاركتهم الفعالة في نهضة الكنيسة الأرثوذكسية المحلية في الكرك وأكد سيادته أن التواصل سيبقى على الدوام بين الكنيسة وبين أهالي القرية ومن أهم محطات الزيارة زار سيادته جمعية عشيرة الامدانات وقدم التهنئة لعطوفة أيمن باشا مدانات بمناسبة صدور الإرادة الملكية السامية بترفيعه إلى رتبة لواء في الدفاع المدني وتمنى سيادته له مزيدا من التقدم والنجاح في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم في ختام الزيارة الرعوية التقى سيادته مع الأباء الكهنة بعطوفة مساعد محافظ الكرك الدكتور هاني المشورة ورئيس بلدية الكرك إبراهيم الكركي ومدير شرطة الكرك خليل العبداللات ومدير الدرك أودلوف الروسان ومدير الدفاع المدني أسامة الكسراوي بحضور قامات من أصحاب المعالي والعطوفة والسعادة الذين يخدمون الوطن من عدة مناصب مختلفة في بداية اللقاء رحب الدكتور هاني بسيادة المطران والوفد المرافق له أشد ترحيب في محافظتهم العريقة وأكد على رؤية جلالة قائد البلاد المفدى بأهمية العيش المشترك وتطبيق مبادئ رسالة عمان السامية وبدوره شكر سيادته الدكتور هاني وجموع الحاضرين الكرام على استقبالهم الحافل وتلبيتهم الدعوة وبالأخص شكر رجال الأمن العام على ما قدموه لتسهيل زيارته في محافظة الكرك وما حولها من مدن وقرى تحوي كنائس أرثوذكسية ودار حوار ودي بين الجميع شمل العديد من المحاور أبرزها تأكيد الجميع على أهمية العمل الدعوب بين جميع الأطراف على ترسيخ الوجود المسيحي التاريخي في الكرك والتقليل من هجرتهم من المحافظة وختم اللقاء بمأدبة غداء قدمت من سيادته للحضور الكرام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر